المزيد مشاهدين ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم اطلعنا واتبعنا على تقرير التي قمت بإعداته مشكورا عن احتفالية الأشقاء في أهلنا في العريش وسيناء في الاحتفالات الخاصة بيعيد تحليل سيناء بالتأكيد لذلك أجواء أخرى لم تذكر في التقرير الممكنك أن تطلعنا عليها تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء بالفعل يعني لا يقتصر الاحتفال فقط على يوم الخامس والعشرين من إبريل ولا يقتصر أيضا على وضع إقليل الظهور ولكن هذه الافتتاحات استمرت حتى اليوم اليوم أيضا رصدنا احتفالات مختلفة وافتتاحات مختلفة شملت أيضا مراكز شباب تحديدا كنا في قرية الرودة هذه القرية التي عانت من ويلات الإرهاب منذ ست سنوات تقريبا وفقدت القرية الكثير من رجالها ولكن بعد عودة الأمن والأمان لمدينة العريش ولشمال سيناء ها هي تزدهر مرة أخرى هذه القرية تزدهر بسواعد أهلها في حقيقة الأمر وأيضا بتكاتف كبير بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأهالي كيف هذا؟ عن طريق ابتداء هذا المركز تم وضع نشاطات مختلفة داخل مركز شباب الرودة ونشاطات ترفيهية وتعليمية للأطفال وحتى أيضا هناك مبادرات مختلفة تثقيفية للشباب والرجال والسيدات بالإضافة لبعض الأعمال الحرفية والتي يتم تدريب السيدات في قرية الرودة على هذه الأعمال الحرفية والتراثية لإعادة إحياء التراث السناوي مرة أخرى لذلك أصبح من المؤتد ليس فقط الاحتفال التقليدي مثل وضع الظهور فقط أو حتى احتفالات فوليكلورية ولكن أيضا تنفيذها على أرض الوقع وتطبيق لبعض المشاريع التي تخدم بالفعل الأهل وتخدم في البنية التحتية وأيضا في بناء الإنسان ثقافيا وتعليميا بشكل عام هذه نقطة بعد ذلك اليوم كان يوم هام جدا في مدينة العريش لعودة مهرجان أو صباق الهجن إلى مدينة العريش والشمال سيناء بعد انقطاع دام لعشرة سنوات هذا المهرجان له طابع خاص جدا صباق الجمال الذي يتم هنا في مضمار خاص به في مدينة العريش شارك في هذا المهرجان اليوم ما يقرب من أكثر من عشرين قبيلة مختلفة من داخل مصر وخارج مصر بيئة الجمال بأعمار مختلفة من الجمال وبحضور كبير وزاري هنا في مدينة العريش وأيضا وحضور كبير جدا وكثيف من الأهالي سواء أهالي مدينة العريش أو حتى أهالي المحافظات الأخرى الذين جاءوا ليشاركوا في هذا المهرجان هذا مهرجان الهجن في حقيقة الأمر يعني يستمر على يومين اليوم وغدا يتم توزيع الجوائز للقبال التي حصدت المراكز الأولى أو الثانية بجوائز مالية وتكريمات يعني يتم إعادة إحياء هذا المهرجان مرة أخرى داخل مدينة العريش وعندما تحدثت أيضا مع الأهالي عن أهالي كريم يعني اسمحني هو طبعا يعني هو حدث كبير جدا يعني فكرة العودة الثقافية والمدية هو حدث كبير جدا يعني عودة مهرجان أو سباق الهجن مرة أخرى للعريش ولسيناء هو حدث يعني كبير جدا يتم رصده أنا أشكرك شكرا جزيرا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كنت معنا من العريش